وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني قد دان بشدة العمل الإرهابي الذي وقع مساء أمس ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة وأعرب الزياني في بيان له عن ثقته في كفاءته وقدرة الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية على كشف ملابسات هذا العمل الإرهابي الجبان والقبض على الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وعبر الأمين العام عن دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للجهود الحثيثة التي تبدلها البحرين لمكافحة التنظيمات الإرهابية والقضاء على إنشطتها الإجرامية الهدامة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين مقدما التعازي لذوي الشهيد وللحكومة والشعب البحريني متمنين للجرحى الشفاء العجل